في اليوم الأول مع فريق بيرامدز هنشوف هتوصل لفين هل يناير سيشهد جديدا على مستوى علاقة عبدالله السعيد مع نادي بيرامدز لنرى وده سؤال حلقتنا النهاردة لو حابين تشاركوا معنا هل تتوقع رحيل عبدالله السعيد عن بيرامدز في يناير ايه رأيك ابعت لنا تعليقاتك بالمناسبة ده هيودين بالتبعية اذا رحل عبدالله السعيد واذا تبقى هذا الامر الناتج عن انفعال هل هتكون الزمالك محطته المقبلة دي محطة ربما منتظرة بقالها سنوات من ساعة ما كان في الاهلي ثم بعد مساب الاهلي ورح الاهلي السعودي ثم بعد مساب الاهلي السعودي ورح بيرامدز ثم بعد ما كان هيروح الزمالك مرتين وحصل تفاوض ومرحش ولا مرة من المرات هل سينضم عبدالله السعيد الى الزمالك في يناير مبدئيا موقف اللاعب مازال قائما على وضعه كما كان في نهاية الموسم الماضي ما عنديش مشكلة بل بالعكس الزمالك اول اولوياتي اذا رحلت عن نادي بيرامدز طب ماذا عن وده موقفه دلوقتي على فكرة ماذا عن الزمالك الزمالك لما سألناه مباشرة بعد معلوماتنا اللي وردت الينا النهاردة فكانت اجابته ان مباريات شهر ديسمبر الكثيرة المضغوطة تحدد احتياجاتنا الفنية مع الاشارة الى ان الزمالك بيلعب بطريقة 4-3-3 او 3-4-3 وبالتالي مفهوش الدور اللي بيقوم به عبدالله السعيد ببراعة اللي هو مركز عشرة اللي بسببه مش بيتواجد اوباما بشكل اساسي بعيدا عن الناحية الفنية او رؤية فريرة في مستوى اوباما لكن بالتالي قيمة عبدالله السعيد ممكن تحدد هل الزمالك عايزه ولا مش عايزه هل يرغب الزمالك في ضمه ام لا وبناء على مباريات ديسمبر ورؤية كاملة للفريق سيتحدد اذا اراد الزمالك ضم عبدالله السعيد ام لا في الوقت اللي هيكون موقف عبدالله السعيد كانت اتضحة مع نادي بيرامدز في نفس السياق بالمناسبة بمناسبة الزمالك وبيرامدز منافس الزمالك في دور المجموعات في الكمفدرالية احمد فتحي قد ينضم الى المريخ السوداني المريخ السوداني بالفعل بدأ التواصل مع احمد فتحي اللاعب اللي ظهر مؤخرا في قائمة بيرامدز دون مشاركة لم يلعب ولو دقيقة منذ بداية الموسم مع فريق بيرامدز المريخ الموجود في قائمة الزمالك بيعايز في اطار دعم خطوته سواء على مستوى خط الوسطى او على مستوى المهاجمين عايزين جون انتوي عايزين لعيبة بخبرات في دور الابطال فبدأوا التواصل مع احمد فتحي النجم الدولي قائد منتخبنا الوطني السابق وده حصل النهاردة صباحا اللاعب لا يمانع عقده مستمر حتى نهاية هذا الموسم مع بيرامدز لا يشارك بانتظام مع الفريق وبالتالي الرغبة ربما تكون تمام لو اللاعب قال تمام فبيرامدز برضو هيقول تمام لكن هتوصل للمريخ ولا لأ لنرى في الايام المقبلة بعد ثوان قليلة هنكمل معاكم الماتش ومعانا مدخلة حلوة جدا هتعجبكم وتخص كأس العالم تخص البرتغال تخص احدى ابرز ظواهر المنديال ظاهرة لم تتكرر في هذه النسخة الا مرة واحدة صاحب هترك اول وحيد حتى الان في كأس العالم